اشتركوا في القناة وهدفنا انه تنجح لانه نحن الهدف الاساس عنا وربما كان هو العامل المرجح لتبني خيار العماد عون انه نطلع من الشغور نطلع من الشغور وطبعا لبنانة الاستحقاق من اول لحظة نحن كنا عم نسعى انه يا اخوان ما تنطروا توجيهات من برة ولا حلول برة لانه بس يكون الحل دولي بدوكون لمصلحة هذه الدول مش لمصلحة الشعب اللبناني هلأ حصل ما حصل وعشنا حالة تعطيل وشغور كل هالوقت المهم بهذه المرحلة تبين رغم كل التباكع على صلاحيات الرئيس غياب الرئيس يعطل كل المؤسسات غياب رئيس جمهورية يعطل عمل المؤسسات وبالتالي هذا الرأس النازم بالصلاحيات المحدودة اللي موجودة معه هو من يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويعيد الامل بحياة مستقرة بالبلد نحن اكتفينا لمصلحة دولية واقليمية لكل له مصلحة بالاستقرار الامني القائم بالبلد تيكون لبنان مساحة استقبال لكم من النازحين او اللاجئين اذا صار اضطراب امني بلبنان بدون يتصدروا على اوروبا او الى مكان اخر وبالتالي اتركون لها الساحة يا شباب فيها تستقبل كل الجهات لانه فيها مؤيدين للثورة وفيها مؤيدين للنظام وفيها حلفاء للنظام عن بقاتلوا عنه وفيها حتى ربما ببعض الامكن لناس بقات قد تحتضن التكفريين والارهبيين طبعا محدودة جدا وليست مجتمعات لبنانية ربما بقر صغير يعني هون هذا هو اهتمام المجتمع الاقليمي والدولي روءات انا تصدرون للناس حين يعني ما في مصلحة هلأ ما في مصلحة انه يهتزل استقرار لا انه ينعطى ضوء اخضر لا اكتر من هات لبناء دولي نعم مبظم مبظم هلأ الرئيس الحريري بجولته بتعتقد انه بختامة ومع حلول موعد الجلسة المقبلة بيكون بيان الخيط الابيض من الخيط الاسود اذا كان العرقة لدولية ما بظن انه بغياب الادارة الامريكية مع تراجع الدراماتيكي للدور الامريكاني نتيجة قرب نحية الولاية والسياسة التقليدية الامريكية ايام اوباما الانسحاب من الازمات الدولية قدر الامكان انه اذا كان الحل دولي مين بده يحكي مع مين واذا اقليمي وين حظوظ التفاهم بين سعودية وايران بالمرحلة الحالية اذا محلة نعم تفضلوا تنروح اليوم على الانتخابات بس هل حزب الله قوة محلية وحزب لبناني فقط ام هو جزء من استراتيجية الامبراطورية الفارسية واعادة بسط سيطرتها على منطقة كبيرة من الشر الأوسط وقتل بيكون جزء من استراتيجية خارجية كيف بده يعمل حلول محلية بده يحط باعتباره مصلحته بخدمة هذه استراتيجية اللي قد لا تكون وطبعا لن تكون على مدى المنظور السماح باعادة بناء السلطات والدولة في لبنان هل هذا قد يؤدي لضياء فرصة العماد عون والوزير الفرنجي على حد سوا برجع بعيد املنا ومسعانا واليوم نضم الى هذه المساعي بشكل حيوي الرئيس سعد الحريري املنا ومسعانا النقطة نصف فرصة انتخاب رئيس ولكن النواية الظاهرة حتى الان وبظنة المبيتة واللي كنا عطول عم نحكيها واللي تم التجني كتير من بعض الاطراف على الرئيس الحريري وطيار المستقبل باتهامهم بالتعطيل بلشت تتبين وين مكمن التعطيل الحقيقي لانه اليوم وقت اللي بينتقل رئيس سيار المستقبل رئيس اكبر كتلة نيابية بقوى 14 ادار وبالجهات السيادية من تأييد سقر من سقور 14 ادار اللي هو سمير جعجع الى ترشيح احد رموز 8 ادار وينتقل بعد عدم اكتمال الفرصة حوالي السنة تقريبا بلش الحكي باسلامان باك بالسر وبعدين اعلانات صرنا بشهر عشرة يعني الى سنة انتقل الى المرشح الاخر اللي القوى الرئيسية بـ 8 ادار بتقول ما فيه مرشح غيره اذا هود ما انتجه رئيس بدنا نقتنع انه ممنوع لبنانية الحل وانه حزب الله يمسك بكل مفاصل اللي يعني وتفتح الطريق امام مرشح ثالث ولا لا انا برأيي تتقي مدى زمني هلأ صار للترشيحات ولا بعد مفتوحة مبزن مفي مدى زمني مبزن وماذا لو فاشل انتخاب العماد عون من نضل بهالحالي من نضل بنفس الدوامة مع انحدار اكتر على الصعيد الاقتصادي والمالي في الناس ما كتير عم تنتبه اديش نحن صرنا بوضع كتير ذي يعني هلأ الصيف ومفاعله اللي صار فيه مصطفين لبنانيين بكميات كبيرة اجوا وحركوا مهرجانات وما بعرف شو على فكرة ما بعرف مين الجهة اللي بدأت حاسب هالشركات خاصة اللي بتشتغل مع الاطاعة العام اللي قادر اتمول هالأد مهرجانات يعني هادي عم تربح بالهبل مبالغ طائلة لو بتخفض عن الناس بدال ما تعمل سبونسورشيب بخلفيات سياسية عم بحكي خاصة هادي لامين الخلية واللي كلنا سوا عايزينه كل يوم انه قادرين يمولوا بملايين دولارات مهرجانات صيفية واحتفلات شغلة كتير مهمة وحلوة بتعمل حيات بالبلد بس تخصمون عن الناس هاو دال ما تمولوا فيهم بالسياسة وتلبوا وانتمهي الوزير صديقي الحالي واللي قابله فاد من تقطي يعني ما عندي مشكل وين عم بينصرفوا بس اكيد في هالمبالغ ياراك تبغفرون عن الناس ما من اجل يقال انه في بهالبلد يعني بوقت في تدهور سياسي ووضع اتصادي متوتر ومنهر اللي بيشوف شو صار من مهرجانات بهذا الصيف وانه اللبناني بالنهاية بنتفصل على الواقع هادي بيجوز فيها مثل من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله بالحقيقة نحنا على شفير انهيار في كتير مؤسسات عم بتسكر في كتير ناس عم بيأدعو بالشغل اكتر من هيك اليد العاملة غير الماهرة عم بتنفسها اليد العاملة السورية اللي موجودة حاليا بشكل عشوائي وبالتالي نحنا رايحين عم بيشتروا وزير العاملة اكبر واكبر على الصعيد الاقتصادي وبس خليني يذكر الناس انه سياسات العالم المتحدر المتقدم بالحرب والسلم والصداءات والاتفاقيات كلها تنطلق من مصلحة الشعب ورفاهيته يعني من المصالح الاقتصادية نحنا كله عم بيصير على حساب مصلحة هذا الشعب لفتني اليوم السيد زهرة بهيك قراءتي للصحف ما قال لأسعد بشارة نعم بقول فيما لو نجح يعني بموضوع الرئاسي انه دكتور جعجع بمرحلة لاحقة سيواجه تحدي من نوع آخر يتمثل بمدى التزام عون ما اتفق عليه قبل وبعد تفاهم معراب ويسأل كيف سيتصرف اذا وجه بفتو حقائب من حزب الله يعني بعد ما انتخب العماد عون رئيس بلش الحقيق انه نحنا منرفض القوات تاخد هالحقيبة والقوات بترفض اي فيتو من اي حدا هذا كلام مش مقبول ومرفوض بالمطلق كائنا من كان من يحاول وضع الشروط القوات فريق سياسي اساسي بالبلد سيادي بامتياز لم يخطئ غلطة واحدة بحق السيادي الوطنية وبممارسته للسلطة بالوزارات او بالنواب نقطة غبرة مش لاحق بحدا من سياسية وبالتالي اول شي بكير نحنا لما منرفض السلة من غيرنا منكون عاملين سلال بالسر حكما لا نحنا متفقين انه نكون موجودين ونكفي سوا اما الفيتويت فمردودة لاصحابه بس المضمون الفعلي بنرجع عاودهم على بدء عندما يشترط حزب الله بطريقة او باخرى لموضيع الحقائب العسكرية والامنية والسيادية والمالية انه ما تروح لحدا مشروعه الفعلي بناء الدولة حدا سيادي عن جد مش بالقول فعلا لا قولا بيكون عم بيقول لللبنانيين ممنوع تبنوا دولة يا شباب هادي مزرع على قلي مدام انا قادر اتحكم فيكم مسلحة هلاللبنانيين ناطرين هذا الشرط ليعرفوا لا اذا عرفين مني متى سيقومون برد الفعل ومش حرب متى سيقومون برد الفعل واضح يقول لن نشرع لك هيمنتك الغير شرعية على مقدرة دولة دولة قاموا بالعام 2005 بردت الفعل وين صارت ردت فعل للأسف قاموا بردت فعل على الوصاية الخارجية ستبدلت بوصاية داخلية ممتدة ابعد من الشام واصلة لقيرة للأسف وقدرة انه تتخرق كل السفوف لحد هلأ لانه في ناس عندن عن حسنية باغلب الاوقات عندن منحة تسووي والتسويات مع الاوي تتنازل تترجم تنازلات للأسف مين عمت كل اللي عملوا تسويات ما بدي سمي حدا متحالف رباعي كل اللي عملوا تسويات عن حسنية وصلوا لواقعة انه هاو دي جماعة خزب طالب هاو دي جماعة اللي بتسلمي بالأيد بتمسك فيها وبيبلش يطلع تيوصل للرقبة طيب بس ما هو كمان لو من عمل تسويات يمكن كانت الامور اخذت منحة اكثر دراماتيكية انا برأيه وهذا كلام قلناه وقت الدوحة وقت لتحفظنا ونشدنا حلفائنا انه ما تستعجلوا على التسوي فيه سؤال تهديد بالقوة لوان ممكن يوصل شفت نموذج بسبع ايات بقتلونا كلنا وبعدين نزو ع بيروت تاني يوم تالت يوم ربع يوم اقلية غريبة متحكمة بمدينة ولك ببلنطية الزور بيقتلون النسوين عن البلاكين الغريب ما فيه يتحكم بالناس الا اذا هم يستسلموا بدها ايرادة يكون مقتنع الانسان بحقه يكون مستعد للدفاعنا الحق ومش بالضرورة بالعنف بالتمسك بالحق وبعدين بيحبصونا كلنا بيقتلونا كلنا بعدين شو بيطا عمل غطرست القوة بيجي وقت وبيخلص دورة وبيجي وقت الحلول ما بيستسلم له تشارت انه يزمز البلد ريثا ما تأمي الفرورة بأي حال هل هلأ قانون الانتخاب كمان رح يرجع ينوضع على نار حامي حكما خلينا ناخد بريك بعده مباشرة الوضع الحكومي وليبدو انه تذللت العقبة انه رح يصير في جلس الأسبوع المقبل وقانون الانتخاب وين صرته فيه لحظات ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة